السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي الوحدة الخامسة في هذه الحصة لدينا استطمار في موضوع الصرف والتحويل في موضوع العدد والمعدود في الصفحة 177 من كتاب الريحة إذن قبل أن نبدأ هذه الحصة إذن ننخص هذا الدرس في هذا الجدول لأن طبيعة الحال نحن الموضوع اليوم هو كيف سنكتب الأعداد من واحد إلى مئة وإلى ألف وإلى جميع الأعداد هل سنكتبها مؤنة أم مذكرة إذن وهل سيخالف العدد المعدود أم يوافق إذن بطبيعة الحال الأعداد التي نكتبها في اللغة العربية بالحروف هي إما مفرد وعندما نتحدث عن المفرد يعني من واحد إلى عشرة إذن هنا يحتاج عشرة دخلا لأن عشرة تعتبر عددا مفردا عندما تكون وحدها إذن من واحد إلى عشرة وعندنا العدد المركب من إحدى عشر إلى تسعة عشر هذا يسمى مركب ثم أن العدد المعطوف من واحد وعشرون إلى يعني العدد المعطوف والذي يوجد فيه حرف الوا مثلا واحد وعشرون خمسة وسبعون مئة وستة مئة وسبعة إلى آخر إذن هذه الأنواع مثل الأعداد اللي غيرنا إذن لنرى كيف نتعامل مع الواحد والإثنان في العدد المفرد والمركب والمعطوف ثم من ثلاثة إلى تسعة كيف سنتعامل في المفرد والمركب والمعطوف وكذلك العشرة العشرة خصنا لها بوحدها خصنا لها لأنها عندها وجهان ثم معنا أعداد العقود اللي هي عشر وعشرون وثلاثون ومئة وألف ومليار ومليون إلى آخر إذن رضي نبدأ بالحالة الأولى بالنسبة للواحد والإثنان عندما يكون مفردا ماذا نقصد بمفرد؟ يعني فاش كيكون الواحد بوحده والإثنان بوحده كل واحد بوحده إذن في هذه الحالة فالواحد والإثنان كي وفقوا المعدود ماذا نقصد بتوافق المعدود؟ يعني أن إلا كان المعدود مذكر فهي كتكون مذكر وإلا كان مؤنت كتكون مؤنت إذن أعطينا هنا مثال مثال الأول مثلا فاتاة عندنا فاتاة وحدها واحد إذن ماذا سنقول؟ سنقول فتاة واحدة علش؟ لأن هذا مذكر إذا مؤنت حتى هذه مثلا العدد إذن العدد والمعدود المعدود هو الفتاة والعدد هو واحدة عندنا تلميذتان تلميذتان هو المعدود وجوج هو العدد إذن ماذا سنقول؟ تلميذتان اثنتان تلميذتان اثنتان علش قلنا اثنتان لأن هذا مؤنت حتى العدد حتى هو خص يكون مؤنت ولد عندنا ولد مذكر إذن ماذا سنقول؟ ولد واحد ما نقولوش واحدة ثم عندنا تلميذان إذا كان نجوج ماذا سنقول؟ تلميذان اثنان تلميذان اثنان إذن هنا فضل الحالة لاحظوا دائما هناك موافقة بين العدد والمعدود لا يوجد تعارض بينهما هناك توافق إذن هذه الحالة اللولى فاش كيكون عنا العدد مفرد يعني مفرد كما قلت بأن عنا عدد واحد مفرد إذن هنا واحد اثنان أرى نشوفوا الحالة فاش كيكون الواحد والاثنان ولكن في عدد مركب إذن هنا يلاحظوا كين الجوج ولكن في عدد مركب اثنان عشر ثم هنا كين الواحد ولكن في عدد مركب ثم الجوج ثم الاثنان إذن هنا هنا يا أريد أن أكتب هنا احداش إذن هنا يا عنا هل يوجد توافق؟ إذن هناك توافق بين العدد والمعدود كذلك بالنسبة الواحد والاثنان إذن ماذا سنقول؟ عندنا إثنى عشر رجولا رجولا مذكر هل سنقول إثنى عشر رجولا أم إثنتا عشر رجولا؟ إذن سنقول إثنى عشر رجولا إثنى عشر رجولا بالنسبة احنا اللي كنركزو عليه هنا هو الاثنان اثنان أما العشرة غنتحدثو عليها بوحدة إذن ماذا بما أن الرجول فهو مذكر حتى الاثنان مذكر ما قلناش اثنتا عشر رجولا اثنتا عشر رجولا كذلك إحدى تلميدا ماذا سنقول؟ أحدا ما نقولوش إحدى عشر تلميدا أحدى عشر تلميدا أحدى عشر تلميدا لماذا؟ لأن هذا مذكر حتى هدا غيوافقه لأن الوحدة والاثنان دائما توافق المعدود إذن لحد الاثنان دائما توافق المعدود ثم بالنسبة لكنا عنا دبشنا الحالة المعدود المذكر شوفوا الحالة ديالي معدود مؤنة مرأة ماذا سنقول سنقول إثنة عشرة مرأة إذن لاحظوا إثنة وافقة المعدود عندنا إحدى عشرة تلميذة إذن ماذا سنقول إحدى عشرة تلميذة إذن إحدى لم نقول أحد عشرة تلميذة وفي القرآن الكريم عندنا واحد الآية تقول إني رأيت أحدى عشرة كوكبة ما شيء إحدى عشرة كوكبة نحن في الحقيقة نخطع شيء مرات باللغة العربية ما كان نتبهوش ولا نركز وما كانت تكونش القراءة دي لنا دقيقة في بعض المرات ومعاميقة علش؟ إنه شيء مرات كان نصفي عنا بحل أحدى بحل إحدى ما كان نتبهوش للمعدود شنوش ما كان نركزوش ونشوف المعدود واش هو مؤنت ولا مذكر إذن هحنا شوفنا الحالة دي الواحد واثنان في المركب هرى نشوف الواحد والاثنان عوثاني في المعطوف إذن في العدد المعطوف مثلاً عنا واحد وأربعون ولداً إذن هناك توافق كذلك إذن الواحد والاثنان دائماً كيوافق المعدود إذن ماذا سنقول في الحالة اللولى؟ واحد وأربعون ولداً إثنان وثلاثون رجلاً إثنان وثلاثون رجلاً بالنسبة إذن هنا كينا توافق كينا ما كانش تعارض ما كانش اختلاف بين المعدود والعادة بالنسبة للمؤنة لكن عندنا المعدود المؤنة ماذا سنقول؟ إحدى وخمسون طفلة أو واحدة إحدى وخمسون أفضل إذن إحدى وخمسون طفلة إحدى وستون امرأة إذن هناك موافقة بين إذن هنا بغينا ندير إثنان إذن هنا إثنان إذن ماذا سنقول؟ إثنتا وستون إذن هنا بغينا نديره جميع لحسن المالات ندرسوهم إذن هنا قد يأتي إثنتا إثنتا وستون امرأة إذن هنا بالنسبة للحالة الأولى العدد واحد واثنان يوافقان المعدود في المفرد والمركب والمعطب إذن سنتقل الحالة الثانية الأعداد من ثلاثة إلى تسعة إذن ثلاثة إلى تسعة ماذا نقصد؟ يعني ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة إذن الواحد والاثنان نحن شفناه؟ إذن هنا هذا الأعداد تخالف إذن تخالف المعدود سواء في المفرد أو المركب أو المعطب دائما هي كتخالف دي ما شد الضبط دي ما كتشد العكس كان المعدود مذكر هي كتخذ المؤنت كان المعدود مؤنت هي كتكون مذكر إذن هنا مثلا هنا تلميد إذن هل هو مذكر أم مؤنت؟ إذن مذكر إذن سنقول ثلاثة هنا في هذه الحالة كيكون هذا الجمع سنقول ثلاثة تلاميذ هنا سنقول خمس شجارات خمس شجارات إذن هنا هناك مخالفة بين العدد والمعدود زائد أن المعدود يكون جمعا في هذه الحالة في الحالات المفرد في حالتي المفرد إذن إنتقلوا إلى الحالة الثانية كيكون المركب مركب ثلاثة تعاشة إذن المركب هو من 12 من 13 حتى 13 إذن هذا هو المقصود إذن هذا هو المقصود من 12 في هذه الحالة في هذه الحالة 12 و 11 في نهوم هذا بوقعتنا 13 حتى 19 ماذا سنقول؟ إذن سنقول ثلاثة إذن هذا ثلاثة ستخالف تلميد تلميد مذكر إذن سنقول ثلاثة عشرة تلميدا وهنا المعدود كيكون منصوب ثم هنا خمسة لاحظوا خمسة عشرة شجرة خمسة إذن هنا يأكل مخالفة بين إذن هنا عنا ثلاثة وهنا هذا مذكر هذا مذكر هذا مؤنت الحالة دي المعطوف إذن كأننا سبعة ماذا سنقول؟ هل سنقول سبع وخمسون تلميدا أم سبعة وخمسون سبعة سبعة وخمسون هل معطوف؟ لماذا نسمي معطوف؟ لأن هناك نوع العطوف سبعة وخمسون تلميدا وشنو غنقوله؟ خمسون وتمانونة شجرة إذن هنا مخالفة بين العدد سبعة والمعدود والعدد عشرة بالنسبة لهذا ما كانت تكلموشها لهم لأنه عندهم خاننته إذن بالنسبة لمن ثلاثة حتى التسعود هناك مخالف سواء في المفرد أو المركب أو المعتوف تبقى العدد عشرة العدد عشرة يخالف المعدود في العدد المفرد يعني هناك يخالف هناك يوثق فاش يكون معاه؟ إذن هو فاش يكون مركب فاش يكون معا شي عدد آخر هناك مع سبعة وهناك مع تسعود كيخالف بينما كيخالف فاش يكون بحده؟ إذن هناك يتوافق وهناك تخالف إذن مثلا هناك عشرة بحده فاش يكون بحده؟ سنقول عشرة تلاميذ فاش يكون عوتاني؟ إذن هناك عشرة تلاميذ وعشر شجارات إذن هناك هناك مخالفة بين العدد عشرة والمعدود بالنسبة فاش يكون مع مركب يعني مع أعداد آخر لا يخالف فهو يوافق إذن سنقول أن هذا مذكر إذن سبعة ستخالف رحنا شفناها إذن سبعة إذن سنقول سبعة عشرة بدون تأ ستوافق تلاميذ لأن تلاميذ مذكر إذن هناك هناك موافقة بين العشرة وبين وبين تلاميذ هناك هذا مؤنث إذن سنقول تسعة تسعة بحيث هذا تسعة تخالف رحنا شفناها في الحالة السابقة تسعة عشرة شجارات بالنسبة للمعطوف ما لدينا شعاشرة في المعطوف وبالتالي سنفوتوها و سننتقلوه دابل أعداد العقود أعداد العقود هي عشرة وعشرون وثلاثون وخمسون ومئة وألف ومليون ومليار لجميع الأعداد اللي فيها الأصفار إذن هي عندها صورة واحدة كيفما كان المعدود هي لا تخت دائما عندهم نفس هم فقط خصنا نتابهو غلا مثلا شي مرات عندنا الحالة الإعرابية جمع مذكر ساليم فأردنا أن نتعاملوا معهم وعاملت جمع مذكر ساليم أما قضية المؤنة والمذكر فهم لا يدخلون في هذا إذن مثلا عندنا خمسون شجرة سنقول خمسون شجرة عندهم صورة واحدة ولكن كيمكن نقوله خمسين على حسب الوقع العرابي إذن ستونة كتابة ما كان قلبوش في المؤنة والمذكر ما كان قلبوش في المذكر والمؤنة كما هو الشأن بالنسبة لي إذن ستونة كتابة مئة شجرة ألف كتابة إذن من نسبة لأعداد العقود يعني صراحة لا يوجد شيء ما فيها شيء حاجة إذن كنشوفوها حتى في الحالة المعطوف مثلا كذلك في المعطوف كتأخذ نفس الصورة إذن هنا هذا الرقم كنتبهول لأنه ليس رقم عقد هذا هذا كمشي من العقود ولكن خمسون عقود إذن هذا غنطبق عليه القاعدة اللي شفنا أنه يوجد بين ثلاثة وتسعة إذن يخالف المعدود إذن سنقول أربعة وخمسون إذن خمسون لم تخالف ولم توافق هي دائما خمسون أربعة وخمسون شجرة هذا خلص فهو يخالف هنا لدينا كتاب إذن شكل اللي سيخالف سبعة إذن سنقول سبعة وستون كتاب المئة المئة وهذه تبقى مئة إذن مئة خمسين ستبقى خمسين مئة وخمسون شجرة إذن مئة لحظناها لا تتغير كذلك ألف ألف ومئات لحظة لا تتغير دائما نفس وسبعون فقط الواو تربط بين كتاب إذن هذه الأعداد اللي هي أعداد العقود فهي لا تخالف ولا توافق هي عندها صورة واحدة إذن هذا ملخص لهذا الدرس صراحة هذا الدرس ليس سهل ولكن حاولنا أننا نبسطه شيئا ما إذن سنطبقوا هذا الشيء في هذه التعلمات إذن نستمر إذن أكمل كل فراغ بما يناسب من الأعداد الآتية إذن هنا يا عندنا مئة أربعة عشر ثلاثة إذن كيفاش سنعرفوا سنشوفوا المعدود سنجيوا المعدود هذا معدود جمع إذن كيف يكون عني المعدود جمع يعني العدد اللي سنكتبه هنا سيكون بين واحد و عشر لأن الأعداد من واحد إلى عشر المعدود دي لها سيكون جمع عندي هنا طفل عندي هنا والد سندرس الحالة نتاع الطفل طفل مذكر والد مذكر كل شيء مذكر إذن أولا نحدد انتاع هذه انتاع هذه وش غتكون مئة أولاد لا وش غتكون أربعة عشر لا غتكون ثلاثة لأن الأعداد من واحد إلى عشرة ومن ثلاثة إلى عشرة هي اللي كيكون تبعها الجمع وبالتالي هنا سنقول ثلاثة إذن التحق ثلاثة أولاد بقسمين بقتلنا هذه شارك أربعة عشر طفل أربعة عشر كي تبعها المنصوب نحن شفناها قبل لحظات والمئة والأعداد المعتوفة كي تبعها المجرور إذا نلاحظوا بالنسبة لأعداد من ثلاثة إلى عشرة كي تبعها المعدود مجرور من الأعداد المركبة كي تبعها المعدود المنصوب حتى هذه في غاية الأهمية إذن هنا مثلا إذا بغينا نرجع للطفل هنا المعدود المعدود كي يكون مجرور هنا بالنسبة للمركب كي يكون منصوب بالنسبة للمعطوف كذلك مجرور بالنسبة للمعطوف كي يكون هو منصوب بالنسبة لأعداد من مئة الفقه اللي كي يكون مجرور إذن سنرى هذا طفلين إذن شنو هنقوله مئاته مئاته طفلين مئاته سواء هكا ولا هكا ولكن الغالبية كتكون هكا ولكن جوجهم كين اللي كي يعتبر كل شي صحيح فاز ولدا أربعة عشر ولدا إذن لاحظوا هنا واش هذا الشي غلط ولا صحيح نتأكدوا منه أن هذا هذه أربعة تخالف إذن هذا أنه المذكر إذن هذه تخالف هذه فاش كتكون في العدد المركب توافق إذن هذا مذكر هذا مذكر فهذا التمرين هو واضح وصح إذن أكمل بما يناسب من أهداد إذن عنا هنا رجولون رجولان كتب إمرأتون إمرأتان ورقة إذن فين شكون أي الحالة اللي كيكون العدد من بعد المعدود هي في واحد وجوج إذن هنا غالباً ستكون يا واحد يا واحد يا اتنتان يا اتنان يا اتنتان أما بالنسبة لأعدد من 3000 دائماً المعدد يأتي من بعد العدد إذن هنا سنقول رجول واحد رجول واحد هل خالفة لم يخالف رجولان اتنان إذن لا يجب أن تكون مخالفة لا يجب أن تكون اتنتان إمرأة واحدة إذن يجب أن تكون موافقة حتى هذا مؤنة حتى هذا مؤنة إمرأتان اتنتان كذلك هنا كنا موافقة بالنسبة لهذا سننضرس أن هذا مذكر إذن العدد هو جمع إذن مذكر وجمع إذن ما هو العدد اللي غيجي من ثلاثة إلى عشرة من ثلاثة إلى عشرة هو اللي غدي يجي هنا وخصو يكون مؤمنة لأن عدنا المعدود مذكر هنا عودتاني هذا جمع إذن خصنا عدد من ثلاثة إلى عشرة وخصو يكون مذكر إذن مش نشوف واش عدنا هاد شي إذن وعندنا كينا أربع وكينا أربعات لأن هادو كيخالف إذن أربعات هي اللي غدي نحطو هنا أربعات كتب لأن هذه الأعداد تخالف وهنا غنقول أربع ورقة إذن هكذا يجب التعامل مع هذه الأعداد إذن ننتقل إلى أكتب الأعداد الآتية بالحر هنا دابك يبين واش تلمي الضابط في هذه الحالة إذن سنجي وندرس الحالات لدينا هذا زائرا منصوب إذن منصوب ومفرد إذن العدد ستكون هنا إما عدد مركب أو معطوف ما سيكون هنا العدد المفرد علش لأن المعدود ومنصوب هنا كذلك المعدود ومنصوب إذن العدد يكون كذلك مركب أو معطوف تلمي كذلك مركب أو معطوف هنا كذلك إذن هنا جميع العدد مركب أو معطوف إذن سنرى هذا مذكر إذن السبعة ستخالف والعشرة توافق السبعة تخالف والعشرة إذن هذه ستوافق وهذه ستخالف لماذا؟ لأن العشرة في المركب وتخالف إذن ماذا سنقول سبعة سبعة عشر هنا شكو اللي غد يخالف شكو اللي غد يوافق الموضوع هو هذا شكو يخالف شكو يوافق إذن هذا غد يوافق وهذا غد يخالف إذن ماذا سنقول نشوف هذا هذا اللي غد يحددنا عندنا رواية مؤنة إذن سنقول تسعة وزعت الأستاذة على الأطفال تسعة عشرة تسعة عشرة لاحظوا تسعة هذا وافق المعدود إذن هذا وافق هذا خالف هذا هذا كذلك وافق وهذا خالف في المخيم عنا ثلاثة وتمانون إذن هنا شكو يخالف شكو يوافق هذا عنده صورة واحدة تمانون حيث عدد عقد عدد من عدد العقود إذن هنا عنا العدد المعطوف هذا سيخالف إذن سيخالف إذن نشوف هذا واش مذكر ولا مؤنة تلميذ مذكر إذن ماذا سنقول ثلاثة وتمانون ثلاثة في المخيم ثلاثة وتمانون عليش قلنا وتمانون لأن هذا معطوف عليه هذا مرفوح هذا غد يكون مرفوح إذن هذا خالف ثلاثة خالف أما هذا محايد ما ندير له تالون سبعة وأربع من عدد عقود إذن السبعة ستخالف السبعة ستخالف لأنها توجد بين الثلاثة والتسعة إذن ماذا سنقول أن هذا مؤنة إذن هذه ستكون مذكرة إذن سبع وأربعون سبع وأربعون عليش قلنا سبعون لأن هذا معطوف على هذا وهذا معطوف كل شيء غد يكون مرفوع هذا مرفوع هذا مرفوع هذا مرفوع هذا مرفوع ما نقول واربعين واربعون إذن هذا بالنسبة لهذا إذن هذه هي التي خالفت وهذه هي التي خالفت العدد معطوف العقود لا تتغيير يعني ما كتوافق ما كتكون عندها صورة واحدة إذن ننتقل إلى آخر تمرين هنا أشكل الجمال المسطر تحتها ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام عامل فيه وكان قد مضى من شهر ربيع الأول إثنة عشرة ليلة إذن هنا ليلة مؤنت إذن لاحظوا الإثنان وافقت العشرة وافقت لماذا وافقت العشرة لأنها في عدد مركب لو أنها كانت وحدها لخالفت إذن سنقول إثنة همزة الوصل إذن إثنة عشرة ليلة المعطوف المعدود يكون منصوبا بين في العدد المركب إذن سنقول ليلة إثنة عشرة ليلة وبعث رسولا وعمره أربعون إذن هنا وعمره أربعون سنة لحيث عندنا العدد معطوف إذن هذا منصوب وأقام بمكة بعد ذلك عندنا عاما عاما إذن ثلاثة ثلاثة ستخالف العشرة توافق العشرة توافق لأنها في العدد المركب ليست وحدها إذن وافقت العشرة العام لأن العام مذكر إذن ماذا سنقول وأقام بمكة بعد ذلك ثلاثة عشرة عاما ثم هاجر إلى المدينة المنورة وقام بها هنا العشرة بوحدها ستخالف إذن لاحظوا العشرة محتجة سنوات وهذا سيجي جمع لأن العدد مفرد إذن ما دم العشرة بوحدها إذن ستخالف وأقام بها عشرة سنوات وأقام بها عشرة إذن وأقام هو عشرة إذن هنا ستكون عيبة انفعول به إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول العدد والمعدود هذا درس ليس سهل ولكن حاولنا نبسطه بشكل أو بآخر إذن موعدنا مع حصة أخرى في وقت لاحق بحول الله